أشهر المواد دي إيه؟ العصائر الحمضية وأشهرها البرتقان مثلاً والكيوي والجريب فروت خلاص؟ بعض الأدوية يعني ناخد دواء فيحصل لنا حساسية عرفتوا؟ فهمتوا بقى قصدي لما بقولكوا دي الالتهاب ده ممكن يحصل بسبب أن فيه مادة دخلت إلى الجسم فحصل التماس ده جوه الجسم فهمتوا قصدي؟ فظهر أثر هذا التماس على الجلد بقى من بر يبقى قلنا هو العصائر الحمضية زي عصير البرتقان عصير الكيوي عصير اللمون وهكذا بعض أنواع الأدوية بعض أنواع الأطعمة أكيد كلنا عارفين اللي عندهم حساسية من المنجة والفراولة والموز وهكذا كمان؟ انتوا فهمين قصدي يعني اللي هو في ناس ممكن تقول ألا هي مش دي حساسية الطعام أو واحد عنده حساسية ده حساسية أكل ما هي حساسية الأكل دي بتندرج داخل تصنيف التهاب الجلد بالتماس أو الكونتكت درماتايتس إبقى اتفقنا بعض أنواع الأطعمة كمان زي المنجة والفراولة والموز الأسماك خاصة الأسماك القشرية زي الاستاكوزة والجنباري والقواقع البحرية دي ممكن تسبب حساسية لناس كتير بعض أنواع المكسرات زي الفول السوداني ما الفول السوداني ده محسوب على المكسرات وزبدة الفول السوداني وغيرها من الأغزاية